انذار بالتصعيد إذا لم تفي سلطات الموريتانية بتعاهدها من خلال ما بات يعرف بالمحضة الرقمية وخمسة الذي وقعت عليه قبل عامين ذلك جانب مما تضمنه المؤتمر الصحودي الأخير للنقابة المهنية للحمالين الحمالون قالوا أن بنود الاتفاق المبرمي لم يتم منها تنفيذ سوى مطلبين فقط وأن باقي المطالب ظلت عالقة معتبرين أن ذلك يشكل مساسا بحقوق من ناضل من أجلها ولن يتخلوا عنها المؤتمر الصحودي سبقه وصدر على هامشه بيان عن نقابة يذكر بما تحقق ويشير إلى ما تبقى وينظر بالتحرك إذا لم تفي الجهات الوصية بالتزامين وقعت عليه من قبل وكما أننا هدئنا الساحة ميرانا وتكرانا لكن الطفح الكيل وإننا من هذا المنبر نشكو بحالنا وحناجرنا حيث لا تخفى مأساتنا عن أصحاب الأمر ونطالب أيضا بتوقفها وإنصافنا عما علما بأن العمال جاءت وهاجت ولا ندري أين ستتوقف إذا تحرقنا وسبق للحمالين العاملين بميناء واكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة أن نظموا وقفات احتجاجية بالميناء احتجاجا على ذات المطالب أحيانا وعلى مطالب غيرها أحيانا أخرى كما سبق للحمالين أن خاضوا إضرابات شلت الحركة في الميناء واستمرت لبعض الوقت أسفرت في النهاية عن توقيع اتفاق مع الجهات الرسمية وهو الاتفاق الذي يقولون إن تلك الجهات لم تحترم ضامنه ولم تحقق لهم بذلك ما أرادوا وما اتفقوا عليه